أبادك الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أحبته الله وحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دخل أحد الناس على ابن عقيل الفقيه الثبت وقال له يا إمام إني أنغمس في الماء مرات كثيرة ومع ذلك أشك هل أنا تطهرت أم لم أتطهر فقال اذهب فقد سقطت عنك الصلاة فتعجب الرجل والحاضرون وقال له كيف يا إمام قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ وهو ينغمس في الماء مرات ويشك أنه اغتسل أم لا فهو بلا شك غير عاقل يعني أراد الإمام ابن عقيل أن يبين يعني للحاضرين ولهذا الإنسان أن قضية التشكك والوسوسة إذا زادت عن حدها انقلبت إلى ضدها والوسوسة باب من أبواب الشيطان يأتيك في الوضوء فيقول لك أنت تتوضى وأنت لم تستنجي جيدا داخل دار الخلاء أنت يبدو أن في نقطة الدولة نزلت في ثوبك فإن عدى هذه المسألة يقول له أنت لم تمسح على رأسك أنت لم تغسل يدك اليمنى أنت نسيت أن تغسل رجلك فإذا مرت هذه يأتيك في الصلاة فيقول لك أنت تصلي وثوبك في شيء من النجاسة فتقول من أين نجت يقول آه إنك توضأت داخل الحمام الذي فيه كذا وكذا وإذا مررت أو يعني عديت هذه المسألة وتغلبت عليه يجيلك في الصلاة فبعد ما تركع يقول لك أنت لم تقرأ الفاتحة فإذا تأقنت يقول لا بس أنت لم تقرأ الصورة فإذا تأقنت أن تقرأت الصورة وإذا أنت لم تكبر تكبيرتي الإحرام الله أكبر فإن يظل هكذا يظل معك في الرقعة الثانية فيأتي في الرقعة الثالثة يقول أنت في الرقعة الثانية أم في الرقعة الثالثة ويشكك في هذه المسألة وتنشغل أنت بهذا الموضوع انشغالا عجيبا ياتورة تكمل الصلاة أم لا تكمل الصلاة يترى أنت صليت رقعتين أم صليت ثلاث رقعات تدخل الوسوسة لتفسد عليك العبادة اولا اول شي عشان تغلق هذا الباب لان اذا فتحت باب الوسوسة يدخل عليك على الوضوء والصلاة يدخل عليك في مسألة النجاسات وعدين يدخل عليك في مسألة التوحيد ويدخل عليك في مسألة كثيرة والانسان سبحان الله يقعد يخلي دماغه يسرح هنا وهناك فاغلق الباب كيف تغلق الباب لو كثرت عليك الوسوسة والتشكك في ان وضوء الجيل كامل تيقن ان وضوءك صار كاملا حتى وان لم تتق فطالما ان تتكرر معك كل يوم مرة او مرتين انا مسحت على رأسي وانا غسلت اعضائي لا تجاجب ان اغسر انا توضأت لما جاء انس رضي الله عنه بالماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقف امام الصحابة غسل يديه ثلاثا ثم تمضمض ورج الماء في فمه ثلاثا ثم استنشق واستنثر ثلاثا ثم غسل واتشه من منبة الشعر الطبيعي الى اسفل اللحيته وما بين شحمته الاذنين ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفقين ثلاثا لهم العظمتين الظاهرتين في الايه عند الكوح هذا ويل للعقاب من النار ثم غسل ذراعه الايسر ثلاثا ثم مسع على رأسه ثم غسل ومسحها باذنين ولم يمسح رقبته ثم غسل يده اليمنى وريده اليسرى وخلل الماء داخل اصابعه وارتفع بالماء يعني الى المرفقين هكذا الى الكعبين اللهم العظمتين البرزتين الكعبين ثم قال هذا وضوءي ووضوء النبيين من قبلي فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم اذا انا في شرع الله هذا هو الوضوء فاذا اتوضعت وهكذا لا ادخل الشيطان في مسألة الوسوسة فاذا وقفت الاصال لي اذا كان الوسوسة تأتيك كل مدة ومدة يعني في الشهر مرة كل شهرين مرة كل ستة اشهر مرة فتبني على الاقل يعني ايه تبني على الاقل يعني تقول انا صليت رقعتين ام ثلاث رقعات كلها رقعتين صليت ثلاث رقعات ام اربع لا صليت ثلاث رقعات اما اذا كان الوسوسة باستمرار عندك وديد عادة كل يوم تجي لك كان الوسوسة كل يومين تجيك فاذا ابني على الاكثر يعني ايه تبني على الاكثر انا صليت رقعتين ولا ثلاث رقعتين ولا ثلاث رقعات كي ارغم الشيطان انا صليت رقعة ولا رقعتين اقول لا انا صليت رقعتين لماذا لان نغلق باب الشيطان لان لو فتحنا باب الشيطان نسأل لها السلامة ولما جرس عمر رضي الله عنه مع الصحابة يشرح لهم كيفية الوضوء وكيفية الصلاة وكارثة الذي لا يخشح بالصلاة وكارثة الذي لا يسجي غضوءها ولا يتم لا رقوعها ولا سجودها فقلق الصحابة وقالوا يا امير المؤمنين هذا حال من يصلي يعني حالة خطيرة هذا من يصلي فما بالك بحال من لا يصلي قال انا اكلمكم عن المسلمين وذلك قال علماؤنا من اسفغ غضوءها واتم رقوعها وسجودها لفت كما لفو الثوب الابيض ترتفع الى صاحبها داعية له حفظك الله كما حفظ طن واذا لم يسبغ غضوءها ولم يتم لا رقوعها ولا سجودها لفت كما لفو الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني ولذلك اول ما يسأل العبد يوم القيامة يسأل عن صلاته فان وجدت كاملة قبلت وسائر عمله وان وجدت ناقصة ردت وسائر عمله فلك في الصلاة ان تقيمها كما هي ولان الصلاة لها ثمرات كثيرة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يركع او يسجد عند الحرم فيضع الحمام على رأس على ظهره ظنا منه انه جدار من الجدر لانه يطيل الركوع ويطيل السجود حنانيكم في الصلاة على مهل في الصلاة حتى يتقبل الله منا ثم بعد ذلك لدعي الادخال الوسوسة في قضية الوضوء قضية النجاسات وقضية الطهارة وقضية الصلاة فالوسوسة قد تدخلنا في مداخل شتى نسأل الله سبحانه وتعالى ان يطرد عنا وعنكم شياطين الانس والجن وان يعيدنا وياكم من الوسوسة وان يجعلنا وياكم من المتذكرين لله سبحانه وتعالى اناء الليل واطراف النهار ومن المواظبين على الصلاة الخمس في مواعيدها وفي المسجد بنوافلها حتى يتقبل منا رب العباد سبحانه وتعالى بارك الله وخدي ولكم في القرآن العظيم وصلى الله وعشدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة